موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الاقتصاد المصري محليا الرئيس السيسي يهنئ الاستراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية ويعرب عن تطلعه للعمل معها ترسيخا لمسيرة العلاقات بين البلدين في اجتماع الحوار الوطني العراقي الاتفاق على منع العنف والتصعيد ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات مبكرة السادس مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جانج ناشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي لبلورة السيناريوهات المتوقع بهدف التغلب على التحديات والحفاظ على المسار الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا سعيد لمتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية وقد استعرضت الدكتور هالا سعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية وعلى رأسها تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا موضحة أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022 وذلك بالنظر إلى المصار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي مما أدى إلى طباط النشاط الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا لارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلا عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالية خاصة الصناعات التحولية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية والتشهيد والبناء وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة تدعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادية محليا لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التخطيط عرضت أيضا تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن وذلك لكونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقارية والخدمات المالية وتحول الرقمي والتعليم والصناعة مشيرة إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه وفي هذا الصياق اطلع السيد الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة سيول والتي اكتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان وقامت أجهزة الدولة بتسيير جسر برية يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمال تسعين شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان وذلك ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيقة جاء تسير هذا الجسر البري بتوجهات من الرئيس السيسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كهل الأشقاء وتأكيدا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكل الجانبين تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهناء إلى سيدة ليزا ترهس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية متمنيا لها وافرة توفيق في أداء مهمتها الجديدة وأرب رئيس السيسي عن تطلعه للعمل والتعاون مع رئيسة الوزراء الجديدة ترسيخا لبسيرة العلاقات الصنائية التاريخية بين مصر وبريطانيا لما فيه صالح شعبين ولأمن واستقرار وسلام العالم كما توجه سيد الرئيس بالشكر لرئيس الوزراء البريطانية السابق بارس جانسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين متمنيا له موفورة سداد فيما هو قادم كانت ليزا ترهس قد فازت بزعمة حزب المحافظين البريطاني الحاكم بعد حصولها على 57.4% من الأصوات وبذلك تصبح رئيسة لوزراء بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جانسون سوف أثقائي كمحافظة وسوف نبرهن أننا سوف نفي بعيدنا على مر العامين الماضيين سوف يكون هناك خطة جامحة لنمو اقتصادنا وخفط الضرائب وسوف أتعامل مع أزمة الطاقة وفواتير الطاقة وأيضا أتعامل مع المشكلة المتعلقة بإمدادات الطاقة وسوف أعمل على خطة الرعاية الصحية الوطنية وحسمت ليزا ترهس سباق المنافسة على زعمة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بعد منافسة مع وزير الخزانة السابق ريشي تونك وعدت ترهس خلال حملتها الانتخابية بزيادة الإنفاق الدفاعي وخفض الضرائب وزيادة إمدادات الطاقة في سن التاسعة لعبت ليزا ترهس دور رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر في إحدى المسرحيات المدرسية وتذكرت ترهس دورها في المسرحية في عام 2018 وقالت إنها انتهت الفرصة وألقت خطابا صادقا في الاجتماع الانتخابي وأشارت إلى أن الأمر انتهى بها إلى عدم الحصول على أي أصوات حتى إنها لم تصوت لنفسها أبصرت ماري إليزابيس تراس النورة في مدينة تكسفورد عام 1975 وانتقلت مع العائلة إلى سكوتلندا عندما كانت في الرابعة من عمرها ثم انتقلت فيما بعد إلى مدينة ليدز حيث التحقت بمدرسة ثانوية حكومية في حي روندهاي قبل أن تلتحك تراس بإجامعة تكسفورد حيث درست الفلسفة والسياسة والاقتصاد ثم قررت الانتقال إلى صفوف حزب المحافظين بعد التخرج عملت ليز تراس محاسبة في شركة شيل النفطية العملاقة وغيرها من الشركات الخاصة وبعد ذلك ترشحت عن حزب المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2001 لكنها خسرت الانتخابات في هذا العام وفي 2005 أيضا الطموحات السياسية لدى تراس لم تتراجع فقد تم انتخابها عضوا في مجلس بلدية جرينيتش في لندن عام 2006 ثم وضعها زعيم حزب المحافظين السابق ديفيد كاميرون على قائمة ألف للمرشحين الذين يحظون بأولوية الترشيح في انتخابات عام 2010 وتم اختيارها للترشح عن المقعد الآمن للحزب في جنوب غرب نورفولك الذي فازت به بأكثرية 13 ألف صوت وفي سبتمبر من عام 2012 دخلت الحكومة كنائبة لوزير التعليم ثم أصبحت وزيرة للبيئة في عام 2014 وفي عام 2016 أصبحت ليزي تراس وزيرة العدل في عهد رئيسة الوزراء تريزا مي وانتقلت في العام التالي لشغل منصب نائب وزير الخزانة وبعد أن أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء في عام 2019 انتقلت تراس إلى منصب وزيرة التجارة الدولية قبل أن تحظى في عام 2021 بالانتقال إلى واحدة من أرفع الوظائف في الحكومة بتوليها منصب وزيرة الخارجية بدأت الجلسة الخامسة لاجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وقال المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك اللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد المواعيد المقررة لها للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مقر جلسات الحوار الوطني مراسلة تلفزيون المصرية جيرمين إبراهيم جيرمين دعيني في الصورة فيما يخص أبرز النقاط التي يتم التباحث بشأنها اليوم في جلسة الحوار الوطني نعم هبا بعد التحية كما ذكرت نتواجد لمتابعة الجلسة الخامسة والاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني هذا الاجتماع الذي ينعقد داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب هو خامس الاجتماعات وانطلق في تمام الساعة الثانية ظهرا مازال منعقد حتى الآن لمناقشة عدد من الموضوعات الهمة يأتي على رأس هذه الموضوعات اختيار أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث الاقتصادية والسياسية والمجتمعية أيضا واختيار أسماء أيضا المقررين للخمس عشرة لجنة المنبثقة عن هذه المحاور أيضا سيتم خلال هذا الاجتماع وهو ما يحدث الآن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات وتحديد هذه الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة لهذه اللجان وأيضا تحديد الموعيد الخاصة خاصة أنه وفقا للتصريحات التي تم إعلانها سيأتي أو ستبدأ جلسات الحوار الوطني بعد وقت قصير من انتهاء هذه الاجتماعات وهو أيضا من ننتظر إعلانه في هذا الاجتماع واجتماع اليوم أما عن من يقوم بالاختيار فهم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وهم عددهم 19 عضوا إلى جانب رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب الاختيارات أيضا سيقوموا بوضع شكل محدد لإدارة هذه الجلسات الخاصة باللجان المنبثقة عن المحاور الثلاث وسيتم أيضا الإعلان عن الموعيد المحددة وبانتهاء عمل كل لجنة سيتم عرض التوصيات على مختلف وسائل الإعلام والموطنين تنفيذا لمبدأ الشفافية كما ذكرت اجتماع اليوم هو الاجتماع الخامس بعد أربع اجتماعات تم عقدها على مدار الشهرين الماضيين لتحديد شكل الحوار الوطني وأيضا تحديد المحاور الثلاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخمس عشرة لجنة المنبثقة عن هذه المحاور يأتي اجتماع اليوم استكمالا لهذه الاجتماع على أن يكون الاجتماع الأخير ولكن لم يتم التأكيد على هذه النقطة حتى الآن في انتظار إذن هي جلسة لبلوارات أربع جلسات سابقة ولما هو قادم أشكرك الجزيل شكر جرمين إبراهيم ورسلات التلفزيون المصرية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة وذلك وفق توجيهات الرئيس السيسي بهذا الشأن مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية وذلك بما يعزز حوكمة الإجراءات بها جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض مستهدفات الموازنة العامة للدولة وتوفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وخلال الاجتماع تم استعراض تنفيذ التكلفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجا أهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير عواصم المحافظات وأحياء القاهرة التاريخية وحديقة الفستات وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على ما تحظى به المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية من اهتمام من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تصهم في تطوير وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين إلى جانب ما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد والرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول نشأة وتاريخ جهاز الرياضة للقوات المسلحة مروراً بالإنجازات التي حققها أبطاله ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية ورفعة راية الوطن وألقى اللواء أركان حرب حسام خدر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها أن ما حققه لعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة من إنجازات مشرفة لمصر يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام ببناء قائدة من الأبطال الرياضيين وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وهران 2022 ولعبي ولعبات أندية المؤسسات العسكرية ونادي طلائع الجيش المشاركين في مختلف البطولات الدولية والإفريقية والعربية والدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين وللأجهزة الرياضية والإدارية مؤكداً اعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن الرياضة تعد من أفضل القيم الإنسانية التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات وأنها تجسيد حقيقي للعزيمة والإصرار والإرادة القوية وأن القوات المسلحة تتسعى دائماً لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية فضلاً عن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية نظمت القوات المسلحة زيارة إلى مقر الكلية الحربية لوفد من متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وألقى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية اللواء أشرف سالم كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات العسكرية والمدنية في إطار حرص القيادات العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات البحر الأحمر والبحيرة والأسكندرية تضمن مشروع تدريب عرض تقارير لمديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للوقوف على مدى جهزيتهم واستعداداتهم لما لديهم من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة كما تم المرور على استفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات ومعسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحياتها الفنية ومدى جهزيتها وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 418 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 26 طن كما تم ضبط قرابة 96 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتمكنت على مداري شهر من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الإطار تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم جلب والإتجار وترويج المواد المخدرة محققة نجاحات كبيرة في هذا المجال وقد تمكنت على مدار شهر من ضبط 5941 قضية مواد مخدرة نجحت خلالها في ضبط قرابة طن و234 كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن قرابة طن كما نجحت في ضبط نحو 165 كيلو جرام من مخدر الهروين ونحو 46 كيلو جرام من مخدر القات وقرابة 74 كيلو جرام من مخدرات الشاب والفود والستروكس وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة نجحت في ضبط نحو 92 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وأكثر من 37 ألف قرص لعقار الترامدول المخدر ونحو 20 ألف قرص لعقار الكبتاجون وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب109 ملايين جنيها كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سلاس قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة 62 مليون جنيها متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسعة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان النتائج الإيجابية المحققة في إطار المواجهات الفاعلة لجرائم الإتجار في المواد المخدرة تؤكد على احترافية الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها بما يحافظ على المجتمع من تداعيتها وآثارها السلبية تتواصل فعليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثالثة والعشرين والتي أطلقتها وزارة الداخلية منذ الأول من الشهر الجاري وتستمر الفعليات على مدار شهر لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وسط إقبال كبير من المواطنين تتواصل فعليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثالثة والعشرين برعاية الرئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية منذ الأول من الشهر الجاري وتستمر على مدار شهر لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد الأسعار هنا مناسبة جدا تمام بين الأسعار في الأماكن التانية برى المبادرة المبادرة دائما بتوفر أسعار في جميع الاحتجاجات من سجاد من أدوات منزلية تمام من أدوات مدرسية من مواد غزائية كل دا بتوفر المبادرة هنا أحنا يعني كل العيلة بتبعى موجودة هنا عندنا على طول في المبادرة متخفف طبعا لعب الأفراد العيلة طبعا مع ثلاثة وأربعة فيه فرق كبير وتوفير كتير يعني لأدوات المدرسة يشارك في هذه المرحلة ثمانية وثلاثون كيانا وسلسلة تجارية وثمانمائة وأربعة عشر منفزا فضلا عن وجود ستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارضا فرعيا بالشوارع والميادين الرئيسية جمعوها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بدأنا نوفر أولئية الأمور شونة المدارس بجودة قويسة وشعر مناسب جدا أقل من نفسهم بره بدأنا نوفر أولئة المكتبية كلها كتب وكشكيل وإلام ومساطر كل حاجة بيعوزها التلميذ موجودة متواجدة عندنا لحد الزي المدرسي لحد الشنطة لحد الكوتش لحد الأقلات المكتبية كلها بتاعة المدرسة بيتخاف في العبء عن الحاجة اللي برا بالنسبة للبرا لا السعر هنا كويس جدا عن البرا وقد شاد المواطنون بتخفضات المبادرة وبالجودة العالية للسلع المعروضة وبالجهد الذي تبدله وزارة الداخلية والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور هنا المنتجات مخفضة عن السلع اللي برا وهنا الأسعار المناسبة عن المأملكة اللي برا طبعا والهيبر ده مغفرنا كل حاجة وبأسعار مخفضة عن الهيبرات اللي برا أسعارهم كويسة والعروض عندهم كتير فعلا فيه منتجات كتير جدا ما رمول عليها عروض كويسة جدا مكرنة بهيبرات أخرين بالتوازي مع انطلاق المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة تواصل وزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل إلى ستين بالمئة اطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد مع الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى ستين بالمئة عبدالبركات التلفزيون المصري هذا وتوفر مبادرة كلنا واحد في فاعليتها السلسة والعشرين من خلال سمانمائة واربعة عشر منفذا كل ما يحتاجه المواطنون من المستلزمات المدرسية المختلفة المبادرة تشمل ستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارض فرعي على مستوى الجمهورية بتخفيضات تصل إلى سلسين بالمئة المزيد مع سالي سالم مرسلة التلفزيون المصرية تحياتي لكم مشاهدين الكرام من هنا من أحد منافذ مبادرة كلنا واحد والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس في نسختها الثالثة والعشرين بعدد ثمانمائة واربعة عشر منفذا على مستوى محافظات الجمهورية هذه المبادرة في يومها الخامس تقوم بتوفير المستلزمات المدرسية واحتياجات الأسرة المصرية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد المنتجات ما بين زي المدرسي وأحزية وأيضا المتعلقات الخاصة بالكتب وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الطالب مع بداية العام الدراسي أيضا توفر هذه المبادرة السلع الغذائية بتخفضات ما تتروح ما بين 25 إلى 60% هذه المبادرة تشهد ويوجد بها إقبال كثيف من المواطنين في يومها الخامس وممتدة لمدة شهر كامل لتوفير هذه السلع للمواطنين بأسعار تختلف عن مثلتها في الأسواق يعني إقبال المواطنين وإشادتهم بهذه المبادرة لمكافحة ومحاربة غلاء الأسعار من التجار الوزارة الداخلية تقوم بالتنصيق مع السلاسل التجارية لتوفير هذه المنتجات بفارق في الأسعار عن الأسواق الخارجية تتضمن أيضا هذه المبادرة المطلقة من قبل وزارة الداخلية بعدد كبير من المنافذ سواء للسلع المدرسية أو المنتجات الغذائية تتوافر هذه المنتجات في كافة ربوع الجمهورية ويمكن للمواطن معرفة هذه الأماكن من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتعرف على أقرب منفذ له أيضا المبادرة تتضمن توزيع 32 ألف شنطة مدرسية ومستلزمات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا وذلك بالتنصيق مع مدريات الأمن والجهات المختلفة المشاركة في هذه المبادرة هذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بمنافذ مبادرة كلنا واحد والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والكلمة تعود إليكم فيها لستوديو مرة أخرى رحبت مصر بتعيين عبدالله باتيلي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعربت مصر عن تمنياتها له بالنجاح في تلك المهمة والتمكن من تحقيق مواجهة التحديات التي تواجهها ليبيا الشقيقة وذلك تأسيسا على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة هذا وجددت مصر تأكيدها على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيت وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب حيث بحشاء الأوضاع الاقتصادية في لبنان كما استقبل أبو الغيت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش وبحشاء تطورات الوضع في ليبيا يأتي استقبال أبو الغيت لوزيري خارجية لبنان وليبيا قبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أعربت مصر عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابل وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب روسيا ولذوي ضحايا المواطنين الأفغان في الحادث وأكدت الخارجية على موقف مصر الراسخ تجاه إدانة كافة أشكال الإرهاب وضرورة التصدي له وتكفيف منابعه أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار دعم مصر لوكالة غاوس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وما تقدم من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية للمفاوض العام للوكالة فليب لازاريني حيث تم استعراض الجهود المصرية المتواصلة لحج الدعم السياسي والمادية الدولية لها من جانبه أكد المفاوض العام لوكالة تغاوس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حرصه على تنسيق مع مصر فيما تعلق بأنشطة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولي لها استقبل وزير الخارجية سامح شكري مساعدة سكرتير عام الأمم المتحدة مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خالد بوزار شهد اللقاء استعراضا متكاملا لمجالات وأولويات التعاون القائمة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة بعد اعتماد المجلس التنفيذي للبرنامج في الأول من سبتمبر الجاري وفيقة التعاون مع مصر للفترة من 2023 إلى 2027 اختمت ثاني جلسة الحوار الوطني العراقي والذي جاء بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى القادمي وأكد بيان الحوار الوطني أهمية تحمل الجميع المسئولية الوطنية في حفظ الاستقرار ومنع التصايد والعنف وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني في العراق بالإضافة إلى تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لوضع الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات وإعادة النظر في المفوضية اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية أمناء عموم البرلمانات العربية وعلى همش المؤتمر قام الأمناء العموم للبرلمانات العربية بجولة تفقدية لمجلس الشيوخ المصري حيث اصطحبهم المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ في جولة داخل مجلس الشيوخ بدأنا اليوم في اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثاني كانت عندنا في اليوم الثاني ورشة باختصاص جمعية الأمناء العامين وطرحنا كل رؤى كل الدول العربية تقريبا تحدثت كل أمين تحدث أمين عام تحدث عن ما يدور عن اختصاصاتهم في دولهم وقدموا لنا أيضا ورقة بجميع ما يرونه من اختصاصات يعني إضافة على ما يتم بالعمل لديهم اختصاصات الأمين العام هو اللي بينفذ رؤية المجلس بما يتمثل فيه من رئيس المجلس وهيئة المكتب واللي بيرسمه السياسة العامة ليه هو اللي بينفذه من خلال القطاعات المختلفة في الأمانة العامة والحقيقة اللي هو بالنسبة هنا في دور المجلس النواب المصري الكفاءة والدقة في أداء العمل جميع القطاعات الإدارية اللي في الآخر بتنصب فيه مصلحة أداء المجلس لدوره وتحقيق الدور المنطفيه سواء من الناحية في الدور التشريعي والدور الرقابي للمجلس أخذنا جولة تفقدية في قاعة الدستور باعتبارها القاعة التي انعقدت فيها لجنة إعداد الدستور سنة 1923 ثم القاعة الرئيسية وشرحنا لهم أنها أنشأت سنة 1866 ولا زالت إلى الآن تحمل عبق التاريخ باعتبار أن مصر أولى الدول العربية التي أنشأت غرفة برلمانية أول لبنى للبرلمان كانت سنة 1824 أنشأ المجلس العالي ثم 1866 مجلس شورى القوانين ومن بعده شورى القوانين والنواب ثم دستور سنة 1923 أنشأ مجلس النواب ومجلس الشيوخ السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها مكرون يقول أن فرنسا تستعد لتسليم ألمانيا المزيد من الغاز لتأمين الكهرباء أعلن رئيس الروسية أن جميع المحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية باءت بالفشل بسبب موقف كييف وخلال منتدى البيئة للشباب بروسيا اتهم بوتين السلطات الأوكرانية بشن أعمال وصفها بالعدائية بمنطقة دونباس مشيرا إلى أن المنطقة شهدت عمليتين عسكريتين كبيرتين بالأسلحة الثقيلة وأضاف أن الأعمال العدائية لا زالت متواصلة بالمنطقة وشدد الرئيس الروسي على أن مهمة موسكو هي حماية المنطقة ومساعدة قاطنها قال الرئيس الأوكراني ولودمير زلناسكي أنه ناقش نتائج بعثة الوكالة الدولية للتقذرية لمحطة زابوريجيا النووية مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون وأوضح زلناسكي أنه أطلع ماكرون على الوضع في الجبهة ومسار مواجهة القوات الروسية مشيرا إلى أنه تم تنسيق المزيد من الدعم الدفاعي من فرنسا أعلنت شركة أوكرانية حكومية فصل آخر مفاعل يعمل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وقالت الشركة إنه تم إغلاق المفاعل رقم 6 وفصله عن الشبكة وذلك بسبب حريق اندلع إثر القصف وألحق أضرارا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الإلكترونية وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتفاقا يشمل تقديم مساعدة قدرها يصل إلى 500 مليون يورو ومن المقرر أن تكرس المساعدة للسكان النازحين وتعليمهم إلى جانب الزراعة هذا وقد أعلنت هذه المساعدة وتم الإعلان عنها بشكل جديد على هامش اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل وشارك فيه رئيس الوزراء الأوكراني دانيس شيميغال أكد الرئيس الفرنسي أن باريس مستعدة لتسليم ألمانيا المزيد من الغاز لتأمين الكهرباء جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي حول أزمة توريد الغاز وأضف مكرون أن تخزين الغاز في مقدمة أولويات بلاده لتجاوز نقص الإمدادات الروسية موضحا أن باريس تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا كما دعا مكرون الفرنسيين إلى ترشيد الطاقة بنسبة 10% لتجاوز تلك الأزمة أعلنت وكالة مودز للتصنيفات الإئتمانية أن انقطاع تدفق الغاز الروسي قد يؤدي لركود شديد ومزيد من التضخم بمنطقة اليورو في غضون ذلك أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن أسعار الغاز المرتفع هي نتيجة للإجراءات الروسية بإغلاق خط نوردستريم واحد حيث أشارت المفاوضية الأوروبية إلى أنه كان بإمكاني روسيا ضخ الغاز عبر الأنبيب الأخرى لتعويدي توقف نوردستريم واحد لكنها اختارت عكس ذلك ردا على العقوبات الغربية أكدت الرئاسة الروسية أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نوردستريم الاستراتيجي جاء نتيجة العقوبات الغربية وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن التوقف نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية مشيرا إلى أن العقوبات تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية لإمدادات الغاز أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أهمية التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وخلال ترأسي ندوة للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أهرب محافظ القاهرة عن أمله في أن يكون للقاهرة ريادة في التعامل مع المبادرة في إطار استعداد المحافظة بكافة قطاعاتها للمؤتمر الدولي لتغيرات المناخية كوب 27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ في إطار مبادرة حياة كريمة انطلقت قافلة طبية بقرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر بالجيزة يأتي هذا بالتعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة حياة كريمة حيث توصلت على مدار يومين وضمت سمان تخصص طبية مع تقديم خدمة الكشف وصرف العلاج بالمجان وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية هذا وقد شهدت تقارية السعادية البحرية بمركز كفر سعد في محافظة دميات انطلاق فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى تدشين مركز لاكتشاف الموهوبين في مجالات التمثيل والشعر والموسيقى والعسف والغناء بنقدم حاجات كتير جدا على المستوى الثقافي الهدف هو الارتقاء بمستوى المعيشي للمواطن المصري وكمان الارتقاء بالمستوى الفكري كمان فبجوار بناء الأسمنتي والحجري لازم كمان بنبني الوقول المصرية بنقدم للقرة المحرومة دي أنشطة كتير جدا بشكل يومي ده شيء عظيم والله بالنسبة لحياة كريمة ودخلها قرة السعودية البحرية وشيء عظيم ومبادرة عظيمة من السيد الرئيس الجمهورية ونحمد ربنا أن حياة كريمة نخلت السعودية البحرية وطورت شيء كبير من السعودية البحرية استنتعنا بالأنشطة الموجودة هنا أنشطة جميلة حين بنذكر فخامة الرئيس السيسي على مشروع حياة كريمة كلنا ده أنه حقق حلم الملايين في تحسين شبكة الصرف الصحي وكذلك تحسين شبكة الكهرباء ووصول الغاز إلى المنازل ده كان حلم الملايين نتمنى أن على خير يتم هذا المشروع نحن بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة دي مبادرة حياة كريمة أنها خدمت البلد والبلاد اللي حولينا كلها وهذا المشروع للصالح العام وخدم ناس كثير في البلد تابع فريق مؤسسة حياة كريمة تنفيذ عدد من المشروعات في محافظة القليوبية من بين المشروعات كل من المركز الطبي لكفر جبين والوحدة الصحية بلكوم الأحمر والوحدة الصحية بكفر الشوبك والوحدة الصحية بكفر طاحة والمركز الطبي بتحنوب ومركز طبي نوى وإنشاء وحدة صحية بالعطارة والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة أخبار الاقتصاد مع رغدا أبو ليلى إليك رغدا شكرا لكم هبا حسين ومحمد عبدو إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمئير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سوزانا توندروسكي الممثل الإقليمي لللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا والتي أكدت المسؤولة الأممية حرص اللجنة الاقتصادية على تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الأثاث بمصر والبناء على الجهود والنتائج التي حققتها مصر في هذا القطاع بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع نائب رئيس مجلس إدارة إحدى مجموعات شركات المنتجات الغذائية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصرية شهد اللقاء والتباحثة حول أفضل الأنظمة الاستثمارية التي يمكن تنفيذ المشروعات من خلالها لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري وأشار عبد الوهاب إلى أن المجموعة تخطط لإضافة أو تخطط لإضافة خطوط انتاج جديدة باستثمارات تقدر بنحو 26 مليون دولار وذلك لتعميق تواجدها بالقطاع الصناعات الغذائية بمصر بالإضافة إلى استهداف أسواق خارجية جديدة لتصدير منتجاتها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد من أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفاتها لشروط ومعايير السلامة الصحية أكد المركز الإعلامي جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصدرة للخارج ومطبقتها للشراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات حيث تخضع للفحص ورقابة من قبل الحجر الزراعي المصري من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمطبقية المبيدات للتأكد من سلامتها ومطبقتها للمواصفات المتبعة عالمياً إلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة وارتفع رأس المال الأسوقي بأكثر من 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695 و314 من ألف مليار جنيه على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX 13 عند مستوى 9996 نقطة مرتفعاً بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة كما فتح مؤشر أشركة الصغيرة والمتوسطة EGX 17 متساوي الأوزان عند مستوى 2188 نقطة مرتفعاً بنسبة 62% لغلق عند مستوى 2233 نقطة وفتح مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3138 نقطة ليصعد بنسبة 28% لغلق عند مستوى 3224 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.18% جنيها للشراء 19.25% جنيها للبيع اليورو وصل إلى 19.2% 19.10% الجنيه الاسترديني 22.3% 22.12% الدرهم الإماراتي 25.25% 25.25% أخيراً الريال السعودي 25.25% 25.25% في أسواق المعادن 8.880 جنيها 8.880 جنيها كذلك كذلك ارتفعت أسعار المعزوط عالمياً بنسبة 34.39% لتصل إلى 73.3% دولارات للتر وارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 67.1% لتسجل 88.85% دولارات لكل مليون وحدة حرارية وفقت أبيك بلاس التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة أبيك وحلفاء بمقدمتين روسيا على خفض إنتاج النفط قليلاً لتعزيز الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من طباط الاقتصادية في غضون ذلك قال نائب رئيس الوزراء الروسية أريكزاندر نوفاك إنا موسكو قررت تعديل حصصها لإنتاج النفط وسط توقعات من خفاض الناتج الاقتصادي العالمية نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى هبا محمد إليكم شكراً لك رغض تتوصل فعليات معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات العام 2022 والذي يصل الضوء على تقنيات ذكية وأهمية الابتكار في تعزيز تنمية تجارة الخدمات وتم تسليط الضوء على التقنيات والمنتجات الرقمية المتطورة التي تتميز بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي حيث تم تصميم نظام عمل ذكي تم عره في المعرض لتصوير بيانات تعلم الطلاب لدعم التعليم الشخصي اشتركوا في القناة إلى هنا تنتهي نشرة السادسة وهذه تذكرة بأبرز عنوينها الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في دراسة تدعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا الرئيس السيسي يهنئ ليستراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية ويعرب عن تطلعه للعمل معها ترسيخا لمسيرة العلاقات بين البلدين في اجتماعا للحوار الوطني في العراق الاتفاق على منع العنف والتصعيد ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات مبكرة نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين